هو الـ IV infusion هم ثمان قوانين منهجنا كله ثمان قوانين القانون قبل القانون فلو بيحصل مبعلقة المحلول للمريض فلو رسمت هنا التركيز وهنا الزمن ولو رسمت هنا السرعات فأنا بغطي الضب بصورة اسمها infusion rate يبقى صورة الآطاء اسمها infusion rate دي اللي أنا بدي بها للمريض ده رمزة مقيمة Q ممكن تلاقوه في محاضرة دكتورة أنها قطت رمزة تاني K0 ساعات مكتوب كده في صورة يتخذ رمزه K0, Q, R أي حاجة بس هنثبته دلوقتي مثلا Q بس لو لقيت K0 أعرف أنه برضو كان infusion rate فهذا صورة نزول الضمن المحلول وحدتها كتلة على زمن يعني ممكن تبقى ميلجرام مثلا على أور كتلة على زمن وليست حجم على زمن أو عدد نقط على زمن بتحسيبها أول حاجة كتلة على زمن كم ميلجرام بينزل في الساعة أو في الدقيقة وبعد كده تحولها لوحدة حجمة على زمن اللي بستعملها في العناية المركزة في البومب أو وحدة عدد نقط بتنزل من المحلول في زمن قديل إنك لو عاوز واحدة الكتلة على زمن دي تحولها الحجمة على زمن يعني كم ميللتر بينزل في الساعة تقسم على التركيز تركيز الدواء داخل زجاجة المحلول الحجم طالع معك مثلا مفروض أنزل 10 ميلي لتر من زجاجة البرفالجان مثلا ينزل في الساعة أو أكتر يعني 100 ميلي لتر فيبقد ده الحجم المحلول أنزله تحاول بك أنزله كله في الساعة مش أقل من ساعة ومش أكتر من ساعة لو هتنزل عدد نقط تشوف الملي لتر ده فيه كم نقطة تبقى مكتوب مثلا على الباب من بره تضرب عدد النقط وليكن مثلا 1 ملي لتر فيه 10 نقط فيه 15 نقطة فيه 20 نقطة فتضرب مثلا فيه 20 نقطة يتحول ليه 20 أو 2000 نقطة ينزله مثلا في الساعة طب الساعة فيها كم ديها فتقسم على 60 فدر ما هي 2000 نقطة في الساعة نخلي الساعة كأنها 60 ديها يبقى صفر مع صفر 200 على 6 تشوف النتج مثلا 60 مثلا 60 مثلا ويه 3 من 10 ولا 60 فالمحروض 63 نقطة تنزل في الديئة اللي احنا بنعود بيه في حساباتنا هو وحدة كتلة على زمن وحدة حجمة على زمن أو نقطة على زمن ده في التمريد الدكتور أو التمريد هو اللي يزبط بس احنا بنطلع النتائج بواحدة كتلة على الغزب دي سرعة نزول الدوم المحلول السرعة دي بتبقى سبتة يعني سرعة 0 order يعني سرعة سبتة يعني لا تتغير من ترقاء نفسها يعني أنا مثبتها عند رقم معين ولا يكون مثبتها عند رقم 100 دي الانفيوجن ريك فهي ماشي طول الوقت بسرعة مية أي نعم أنا ممكن أزودها بنفسي أغير من سرعة نزول المحلول أخليها 200 أخليها 50 بس لو سبتتها عند رقم معين مش هتتغير من ترقاء نفسها تبدل سبتها عند رقم تمام؟ فهذه سرعة نزول الدوم المحلول طيب أنا بأعزل الدواء بالسرعة ديت الدواء بيخرج من الجسم بسرعة كام؟ في الأول مفيش دواء في الجسم هو بيخرج بسرعة سفر لدي بقى دي سرعة الألمانيشن في سرعة أولانية اسمها Infusion Rate والسرعة دي يزير أوردر سبتة وفي سرعة تانية اسمها Elimination Rate يعكسها فقط ودي سرعة First Order سرعة متغيرة تتناسب مع تركيز الدواء في الجسم أو تركيز الدواء في الدم أو كتلته في الجسم فاللي بيحصل في الأول ما كانش فيه دواء في الجسم فالألمانيشن ريت كان بصفر في الأول هنا الطايم طبعا على محر السينات فكان بصفر وكانت السرعة بمية فاللي بيدخل مية واللي بيخرج بصفر فتلاقي تركيز الدواء زاد المنحنة يبدأ يزيد لفور طب تركيز الدواء لما زاد هيغير أنه سرعة من السرعتين دول هيغير الانفيوجر ريت ولا هيغير الانفيوجر ريت هيغير الانفيوجر ريت سابت هيفضل طول الوقت بمية أما الانفيوجر ريت هيزيد بعدما كان بصفر لأنه لم تكن فيه دواء دلوقتي يبقى فيه دواء فهتلاقي الانفي pairing مشررت زاد فدلوقتي اللي بيدخل مية أما اللي بيخرج خمسين يSE identifier ي vole mate يدخل من الدواء في الجسم مية وبيخرج من الجسم لبر الجسم خمسين يوجد الدواء لم يدخل بنفس السرعة بتاعها زمان يوجد شيء يدخل وbell have initially british تركيز القراري هيزيد في الدم وليس هيزيد بنفس النسبة هيزيد بنحناء بسيط شوي يعني هنا مثلا كان تركيز الدواء خمسين هنا هلعي بصلا بقى خمسة صبعين بقى حاجة أصغر شوي ما زادش خمسين درجة كمان في نفس الزمن طب تركيز الدواء زاد برضو إيه لو يحصل في السرعتين دولة الزيرو هيبدل ثابت والإلمنيشن هيزيد فبعد ما كان مثلا بخمسين هنا هيبدأ يزيد هو كمان يبقى مثلا برقم معين يقرب أكتر من من الإنفوجين ريت يبقى تمسافة بينهم صغيرة شوي فتركيز الدواء يزيد بس الزيادات برضو بسيطة شوي وبما أن تركيز الدواء زاد الإلمنيشن برضو يزيد لحد ما الاتنين يساوا بعض السرعتين يبقوا زي بعض سرعة الإلمنيشن تبقى بمية والإنفيوجن بقى بمية دلوقتي تركيز الدواء هيزيد في الجسم ولا مش هيزيد هيزيد في الدم ولا مش هيزيد السرعتين بقى زي بعض اللي يدخل مية واللي يخرج برضو مية يبقى تركيز الدواء هيزبت ما عادش فيه دواء بيزيد ولا بيزيد فهتلاقي تركيز الدواء ثابتاً عند رقم دواء وطالما تركيز الدواء ثابت هل السرعات ديت هتتغير ولا تبدل زي ما هي تبدل زي ما هي لأنها الانفيوجين كده كده بيبدل زي ما هو الاليمنيشن بيتناسب مع التركيز والتركيز ثابت يبقى الاليمنيشن يبدل ثابت برضه فتلاقي النداء الوضع يعني نرسمها الثاني واسه أوضع بالنسبة للسرعات الانفيوجين ريت دايماً ماشي بسرعة ثابتة أنا بثبته عند رقم معين بثبته عند مية خمسين متين ومو بيتغيرش من تركاء نفسه zero order هذا الانفيوجين أما سرعة الاليمنيشن فهي بتتناسب مع تركيز الدواء في الدم في البداية مبهيش دواء وبالتالي الاليمنيشن بيكون بصفر الاليمنيشن بيبقى بصفر في الأول أو لما يبدأ أول نقطتين ينزلوا نلاحظ أن تركيز الدواء بدأ يزيد لأن في مية بينزلوا موفيش حكابت خروجه، التركيز الدواء زاد في الجسم أو في الدم فالاليمنيشن بعد ما كان بصفر هيزيد هو كمان لأنه يتناسب مع التركيز فقيت ليه قرب شوية من الـ من الـ الانفيوجين بقى هنا والاليمنيشن بقى هنا وبالتالي التركيز الدواء هيزيد لأن الإنفيوجين أكبر سرعة الي بيدخل أكتر من سرعة الي بيخرج الانفيوجين، لكن الزيادات بسيطة مش نفس الزيادة كبيرة هذه الزيادات أبسط، حاجة بسيطة خالص وبما أنه زاد فمش هيأثر على الانفيوجن بس هيأثر على الاليمنيشن اليمنيشن هو كمان يزيد بنفس درجة زيادة التركيز وبما أن الالمنيشن زاد قرب من الانفيوجن يبقى الدواء لو كان بيدخل 100 فبيخرج دلوقتي 90 يعني محصلة اللي بيدخلوا 10 بس في 10 زيادة بيدخلوا من تركيز الدواء فتلاقي تركيز زاد بس الزاد إيه حاجة بسيطة خالص يعني لو زاد زيادة بسيطة لو أنا بعرف عمل إننا بسيطين بعد كده التركيز يوصل لرقم معين زاد فالاليمنيشن هو كمان يزيد وليكن هيقرب من هيبقى تقريبا زي الانفيوجن فبقى الالمنيشن بيسوي 100 بيسوي الانفيوجن ريت فهنجد أن التركيز كان بالرقم ده وليكن كان بـ 80 بس دلوقتي اللي تنبيسسوي بعض الانفيوجن يعني بيدخل للجسم 100 وبيخرج 100 ما فيش دواء لا بيدخل ولا بيخرج محصلة اللي بيدخل بصير فالتركيز هيثبت عند الرقم 100 مش عارف أعملها ثابتة بس هو هيثبت 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 هيفضل 80 هيفضل عند الرقم 8 وبما أن التركيز ثابت يبدأ الانفيوجن مازال كده كده هو ثابت والالمنيشن مازال برضو ثابت فهنوصل الوضع اسمه وضع السبات اسمه الستيدي ستيت وضع الستيدي ستيت يبقى السؤال اللي يجب في الفترة ديات هيقول لك في البداية أنه أعلى الانفيوجن ريت أكبر ولا الالمنيشن ريت أكبر في البداية خالص هنا مين أكبر الانفيوجن ريت يبقى أكبر بكتير طب بعد مرور وقت الانفيوجن ريت مازال أكبر بس حاجة بسيطة بعد كده الانفيوجن ريت مازال أكبر بس حاجة أبسط مين اللي بيحصل هل الانفيوجن بيقل طب إيه لا يحصل لو أنا وقفت المحلول في أي وقت؟ شلت المحلول، المحلول أنا مركبه ففي البداية كان التركيز يزيد زيادات كبيرة لأن في فرق كبير ما بين السرعة يتدخول لسرعة الخروج ثم زيادات أبسط ثم أبسط ثم بعد فترة طويلة من تعليل المحلول التركيز سبت عند ال-CSS أقصى تركيز يقدر يوصلوا بهذه السرعة في هذا المريض قفت المحلول فالتركيز هيقل؟ ده كان المنحنة بتاع زيادات التركيز في الأولة زيادة كبيرة زيادة بسيطة ثم سبت طب أنا وقفت المحلول، لو وقفت هنا عملت هنا stopping the Infusion فإيه اللي يحصل في التركيز؟ هيقل، هيقل، إحنا بنرسم هنا على ورقة عادية، وده التركيز هو ده زمن فهيقل بعملية elimination first order منحنة على ورقة عادية هيخضع القوانين first order اللي هي IV bolus يعني تركيز لحظة التواقف دي افترض أن هي C zero كأنه التركيز لحظة إعطاء الحقنة لما تدي الحقنة فالتركيز بيكون أقصى ما يمكن وبعد كده بيعضي L بعملية elimination first order فافترض التركيز لحظة التواقف كأنه التركيز اسمه C zero أعاوز تجيب بقى التركيز بعد التواقف بزمن معين يعني أنا وقفت عند المكان ده، أعتبر الزمن ده zero لحظة التواقف كأنه زمن zero أعاوز أشوف التركيز هنا عند زمن خمس ساعات بعد التواقف يعني المسافة بين الراجل ده والراجل ده هي خمس ساعات أعاوز أشوف الراجل ده يبقى بقى فبطبق قوانين first order اللي هي لن التركيز بيساوي لن C zero نقصر كيف الزمن فالزمن ده ممكن أسميه الزمن بعد التواقف أديره رمز T dash أو كي وخلاص أنا أعاوز أعرف التركيز عن زمن كام بعد التواقف خمس ساعة طوال عنه خمسة الكي أشوفها بكام اثنين من عشر مساء C zero هو التركيز بقى اسمه هنا مش الانيشيال لحظة ما وقفت المحلول كان التركيز بكام لو أنت وقفت المحلول وأثناء ما كان التركيز بسابت سابت عند الرقم معين اسمه CSS يبقى التركيز لحظة التواقف ده اسمه CSS بدل ما هو C zero اشطب على zero خليه إيه CSS وليكن كان بـ 80 كان أقصى ما يكون عاوز أعرف التركيز بعد خمس ساعات من التواقف أنا وقفت عند التركيز 80 بعدها بخمس ساعات التركيز يبقى كان أعواط المعادلة دي واجيب الراجل بك طب أنا ما وقفتش لما كان التركيز بـ 80 كان بـ CSS ده أنا وقفت هنا يبقى علاقة المحلول لمدة ساعة هنا دي بس ساعة والتركيز كان برقم معين وليكن كان بـ 25 وأعوز أشوف التركيز بعد ما قفت المحلول بفترة معينة فالزمن لحظة التوقف أو التركيز لحظة التوقف اللي هو التركيز 25 ده هتبره C zero برضه وزمنه هتبره zero كأن ده لحظة إيطارها أشوف التركيز ده بكام 25 هنعرفه بالمعادلة يعني بك انت عاوز التركيز بعد ما قد ايه؟ عاوزوا مثلا هنا تركيز هنا يبقى بعده بساعتين بعد مرور زمن بساعتين فعوز وارده في المعادلة يبقى عوض عن الزمن بعد التوقف دوت هعوض عنه بثنين ومعي الكي لحظة التوقف بقى اللي هو الـ C zero هعوض عنه مثلا بـ 25 اللي هو راقه ده مش بـ CSS أو لحي واشوف التركيز بعد ساعتين من هذا التوقف هيبقى يبقى ده ده الـ IP Infusion يعني الرسمي بالتصال قوانينه بقى هم تمام قوانين بس قانون الاول احنا ما لقين المحلول فالتركيز يزيد في الاول زيادات كبيرة ثم زيادات بسيطة ثم يوقف زيادات كبيرة ثم زيادات اقل 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 ثم يثبت عند الرقم معين اسمه CSS فالقانون الاول هو ايجاد التركيز عند اي زمن منذ بداية تعليل محلول فالقانون بيقول انه يساوي الـ Infusion Rate سرعة نزول الدوم المحلول على الـ Clearance سرعة خروجه تقريبا والـ Clearance ده بيساوي ايه في ايه؟ الـ K في الـ VD يعني ممكن بعد ما هو Clearance كده اقول انه K يضرب الـ VD في البسط هنضرب فيه واحد ناس الـ E في السالب الـ K في الزمن القانون ده يفيدك ايه؟ القانون ده يفيدك انك تعرف التركيز عند اي نقطة على المنحنة ده يعني انا علقت المحلول دلوقتي فاوز اعرف التركيز هنا عند زمن خمس ساعات منذ بداية تعليل المحلول اللي هو التركيز ده ايبه كم؟ اعوز اعرف كمتو فاوز بالقانون ده اعوض عن الزمن ده بكام؟ بخمس ساعات ايبه اروح اعوض عن الزمن بخمس ساعات شوف الكيف كان بتحضر الدواء في المريض ده كاليرانس بكام؟ بتنزل المحلول بسرعة تعمله ازاي؟ السرعة دي وحدتها كتلة على زمن amount على time يعني وطبعا الكاليرانس هو volume حجم على زمن يطلب معك التركيز عند هذا الزمن القانون الثاني هو ايجاد قيمة تركيز بعد مدة طويلة من تعليل المحلول بهذه السرعة اللي بيحصل ان هو هذا التركيز بيحصل في بداية تعليل محلول ولا بعد ازمنه طويلة خالص نهاية زمن هل هو ده التركيز ده السي اس اس التركيز السابع او لي بيبقى في الاخر خالص في الاخر المنحنة؟ في الاخر المنحنة يعني عند أزمينة كبيرة بنتسميها زمن ما لا نهاية عندها إزمينة كبيرة فبيعوض في المعادل ديه الثان أولي تركيز الكبيرة الذي يحصل عندذا الزمن على المنحنة قصة سالب K في مالة النهاية يعني إي قصة سالب مالة النهاية بتساوي صفر يبقى إي قصة سالب رقم كبير جداً بيساوي صفر ولو عمل طابل قال الحزبة إي قصة سالب مية هتجد الناتج بيساوي زياره تمام فهيقول واحد ناقص صفر واحد ناقص صفر وكام بواحد يعني يتشط على الجزء ده كله طيب القانون إن السي اس اس بيساوي القيو على الكريب رانثوس وما فيش ما فيش الجزء ده فده القانون يقدر يجيب لي السي اس اس طيب ممكن أجعل القيو في خلنا رحضة من هذا القانون إن غالباً أنا بيبقى عارف أنا عاوز أوصل لتركيز كام ده بيبقى مواطف السؤال ويقول لك يحسب السرعة اللازمة للوصول لهذا التركيز أنزل محلول بسرعة عاملة زي فاتي وهي اللي بتبقى مطلوبة فطرافين فقطتين نخلي القيو في خلنا رحضة هاي بل إن في جريت اللي أنا عاوز أستعمله بيساوي التركيز المستهدف سي اس اس ضرب الكليرانس هذا القانون الثالث أنا ليه قلت السي اس اس هو التركيز المستهدف أنت لما تكون عاوز تعالق المريض ويقول لك التركيز اللي هيا يعالق المريض في الدم هو تركيز خامسة tapi اا عاوز أصل لتركيز سبعين في الدم عشان تركيز ده ممكن يعالق المريض أجعل التركيز هنا ده هو لسأعين والأجعل التركيز السابت اللي مستحيل أزيد بقيده هو لسبعين أنا قدامي أقدر أعمل كل الكلام ده فبقى جعل التركيز السابت لأنه ضامن أن التركيز مش هيزيد بعده فبقى جعل أقصى التركيز المستهدف من كتب الفارما هو أما لو جعلته التركيز ده هو إلى 70 فلو نسيت وعلقت المحلول بعد هذه المدة ممكن التركيز يجريد عن 70 يبقى 80 يبقى 90 يبقى 100 فيبقى سام فدايما التركيز بخليه هو فسرعة نزول ده من المحلول اللي انت ماك محلول اللي عاوز تنزل الدو بصورة معينة نزله بصورة عاملة ازاي على حسب ان عاوز اوصل لتركيز كام والكليرانس بتاعة الدواء في المريض ده عاملت ازاي. دي ما وده في الكتب اللي على الكليرانس بس بتتغير بس على حسب الحالة الصحية للمريض اللي هو ممكن يقل لو اعضاء الاخراج عنده امتعبنا شوية. طيب القانون الاول ده انا هكتبه بصيغة تانية هشيل الكيو على الكليرانس وحط مكانهم السي اس اس. طيب انا معايا القانون الاول تاني. طيب القانون الاول اما اقول ان التركيز عند اي زمن منذ بدي تعريم احنا بيساوي الانفيوجر ريت على الكليرانس. ضرب في البوست واحد ناس ايو السارب الكي في الزمن. بس انا قلت ان القانون التاني ان السي اس اس بيساوي الكيو على الكليرانس. فانجد ان القانون الاول ممكن يكتب صغة تانية. ان التركيز عند زمن معين منذ بدي تعريم محلول بيساوي. بدل ما يكيو على كليرانس خلاها سي اس اس. ضرب واحد ناس ايو السارب الكيف الزمن. طيب. يبقى كده معايا القانون ان القانون التاني تقولنه. اللي هو. هاجه على الكيو في خانه رحضة. من هذا القانون. يبقى الكيو بيساوي سي اس اس. ضربة كليرانس. القانون الرابع. هو ان انا بوصل الستيدي ستيت ده عند زمن ما لا نهاية. مستحيل اوصل له اصلا نظريا. يبقى بوصل لحاجه اسمها. الترو. استيدي ستيت. عند زمن ما لا نهاية. اما عند زمن خمسين الف يوم. التركيز مش هيبه بيساوي السي اس اس. يعني. احنا بنزل ضربة من المحلول. بسرعة. مية. ميلي جرام في الساعة. وكان الكيريرانس بيساوي اثنين. الليتر في الساعة. وبالتالي يبقى السي اس اس بيساوي الكيو على الكيريرانس. يعني هيساوي مية. على اثنين هيساوي خمسين. ميلي جرام. في الليتر. تمام. ده التركيز اللي هوصل. هوصل له امتى بقى. علقنا المحلول لمدة يوم. التركيز. ما كانش بخمسين. كان بخمسة عشر. لقينا التركيز بخمسة واربعين. علقنا المدة اسبوعين. لقينا التركيز بتسعة واربعين. فاصل تسعة. علقنا المدة شهرين. لقينا التركيز هو تسعة واربعين. فاصل تسعة 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 تسعة. انما هنوصل امتى لتركيز خمسين نظرية. مش هتوصله ايضا. هتوصله عند الزمن. ما لنهاي. يبقى القانون الرابع. ان احنا بنصل. للتروس. عند الزمن انفينيتي. بنصل. سأجيب القانون الرابع أن time to reach true CSS فهو زمن ما لا نهاية طيب مش هنوصل لل true CSS بس تقريبا لما التركيز هيصل ل CSS ب50 فبنقول لما التركيز يقرب من ال50 يعني يكون 95% أو أكثر من هذه الخمسين يعني يكون مثلا ب47.5 47.5 أو يكون ب48 أو يكون ب49 كأنه وصلت للخمسة ما فيش فرقية فإمتى حصل لتركيز 47.5 تقريبا بعد خمس فترات عمره نص يبقى علق دواء المدة خمسة تيهوف شوف تيهوف بكام وضربه في خمسة يبقى القانون ممكن نسميه السادس مثلا هو time to reach حاجة اسمها practical steady state يعني إمتى هنوصل تقريبا لوضع السبات العاملي أنا مش هصل للوضع السبات اللي هو الحقيقي اللي هو خمسين أبدا هوصلها عن زمن ملنانية بس هوصل لللي قبله اللي هو 47.5 48 49 إمتى بعد تقريبا خمسة تيهوف لو ما لقيتش خمسة تيهوف في الاختيارات هتلاقي سبعة تيهوف إن أكيد بعد الخمسة تيهوف أي زمن بعد وقود هتكون وصلت يعني لو بعد خمسة تيهوف وصلت لتركيز 47.5 فأكيد بعد السبعة يعني علاقة المحلول فترة أطول هصل لتركيز 48 49 49 49 ونص وكذا يبقى طيب توريتش هو خمسة أيه هو فهي عندكم في النظر مش مهمة أو في العمري بنقول إنه هو تقريبا 95% فهو يساوي 95% أو أكتر من يعني لو إضربه في 95% يطلع هو 47.5 يعني تقريبا عوز أصل لتركيز 47.5 يبقى معي كده ست قواني قواني الأول هو التركيز عند أي لحظة من زودتها عليه المحلول هذا القانون ممكن يكتب بصيغة بدأ المواقع على Clearance أحط مكانه CSS قانون الثاني هو المهم أهم طبعا هو CSS يساوي كام يساوي إنفيوجرات على Clearance قانون الثالث يجعل إنفيوجرات في خانة الوحدة يبقى إنفيوجرات بيساوي CSS الرابع ما بيجيش إمتى هصل لوضع السبات عند زمن الفينيدي الخامس بعرضه ما بيجيش البركتكال ده عبارة عن 95% من التلوم السادس بعدها اللي بيجي طبعا إمتى هصل تقريبا وضع السبات بعد خمس فترات عمره نصف أو بعد سبع فترات عمره نصف القانون بعد كده هو وطبعا محاضرة دكتورة النوص والله أنا بس عاوز أجيب جدول في المحاضرة هذا الجدول تقريبا القانون حاجة اسمها الفي اس 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 أو الفراكشن من الستيدي ستيت ما بيجيش قوي بس برضو صعب ساعتها موقع يجي في النظري ومش يجي في العملي فبنيجي على القانون الأولاني ده هذا القانون الأولاني وبني اسم على CSS يبقى أقول التركيز اللي بصل تلو على CSS يبقى هذا هو القانون الأولاني تركيز عند زمن معين منذ بداية المحلول بيساوي CSS وضرب واحد ناصر يوس ساري بالكيف الزمن هسمع CSS يبقى التركيز اللي وصل طوله من التركيز المسيري هوصل له بعد المحلول فترة طويلة فبيساوي واحد ناصر يوس ساري بالكيف الزمن وبسمي هذه النسبة نسبة التركيز اللي وصلت طوله من التركيز في وضع السابعة اسمها FSS يعني هذا القانون بعد كده ممكن نلفه ونجيب حاجة اسمها N عدد 3 نصف مش عاوز أقولها دلوقتي عاوز يحل مسائل قبل ما أقول فنجي على بعض المسائل نجي المسائل الأولية مثلا عشان نطبق يعني فبيقول في الpatient وده سلناها ودوز نورمال رينال فونكشن أخذت الدواء فنعرف أنها مسائلة انتفيوجن حتى لما عنا 6 قانون تقريبا أو 7 الهوف لايف بتاعها بتساوي 7 ساعات من الهوف لايف أقدر معي الهوف لايف أقدر رجيب K أقول أنها بتساوي 633 من ألف على الهوف لايف اللي هي 7 وطلع الناتج بكام هتلاقي 9 من ألف وحدته أور سرب 1 الوليوم distribution 23.1% من وزن الجسم فتقول البي تي بيساوي 23 11 في المية يعني عالمية من وزن الجسم إضرب وزن الجسم بل 65 كيلو أي يطلع الناتج بيساوي 15 15 إيه بقى ميلي لتر ولا 15 لتر لتر ما نفعش ميلي لتر فالمفروض كيلو جرام شاكر قلتها لا كيلو جرام ولكن جسمك كله مية مظمه مية فكسفت جسمك بكام كسفت المية بواحد الواحد كيلو كأنها 1 لتر فأنا أقول 15 لتر 15 لتر جبت الاثنين دولت بيقول 10 ميلي لكل ميلي لتر يعني التركيز اللي هو عاوز يوصل في الدم اللي هو رمز اي css بيساوي 10 ميلي لكل ميلي لتر اللي هي هي 10 ميلي لكل لتر يبقى لو ميلي لكل ميلي لتر فمانك دكتور أنا صالح كأنها ميلي لكل لتر مغير بيقول لك احسب التوط بضي clearance clearance وكاتب القانون هو كيف VD ضرب K ضرب VD طلع 1 و4 10 لتر الساعة قانون الثاني وده بقى section هنزل المحلول بصورة عاملة ازاي احسب infusion rate احسب Q فالQ هي القانون رقم 3 هذا هو Q يبقى infusion يبقى css clearance css 10 ماط في السؤال يقول desire 10 ضرب clearance اللي احنا طلعنا في الخطوة فوق 41 و4 10 1 4 طلع النتج 14 و8 لكن هو يجيب لك مفل اختيارات 14 و8 100 g في الساعة ولا micro g في الساعة فهتركز في الوحدات هتقول ان 10 10 من css كان مفروض microgram على ملي لتر وclearance كان مواطة باللتر على الhour هل ينفع دلوقتي اضرب لأنا عاوز اللتر يطير مع وحدة الحجم يطير مع الملي لتر فلاحسن اخلي microgram على ملي لتر كأنها ملي جرام على لتر يبقى لما التركيز يكون microgram على ملي لتر اعرف انك ممكن تحوله بساطة ملي جرام على لتر فبدأ مواطة دلوقتي اللتر سيطير مع اللتر يبقى الوحدة النتجة يكون ملي جرام في البسط وhour في المقام فيكون الوحدة هي ملي جرام على أول بعد كده بيقولك لو سرعة النزول ديت اللي هي 14.8 أو 15 يعني الضعف وانت بتنزل للأسف زودت السرعة الضعف هل تركيز الضعف الدم هيزيد ولا مش هيزيد ولو زاد هيبة بكام فالعلاقة علاقة طردية تبقى لو بسيت على القانون العلاقة ما بين القيو والCSS علاقة طردية يبقى لو القيو ده هي تزادت الضعف هل تغير سيتغير لا تغير سيثابت نفس الدواء في نفس المريض يبقى ميل هيزيد CSS يبقى التركيزات هتزيد الضعف فالإنفيوجن ده كأنه الجرعة الدوز الدوز زادت الضعف تركيزات هتزيد الضعف فتقولها على طول علاقة طردية لو new CSS هيساوي 20 يدرب في 2 أو هنا قال CSS بيتناسب طردية مع القيو فCSS 1 على CSS 2 بيساوي Q1 على Q2 Q1 كانت ب14.80 Q2 الضعف شوفوا الضعف ده كام اللي هو مثلا 29 29 29 29.6 29 29 CSS الرنية كانت بعشر يبقى الثانية يبقى كام 23 أو طبع القانون ده CSS بيساوي Q على clearance فالQ جديدة هي 29 فاصل 7 اللي الضعف على clearance اللي كان 1 فاصل 4 كان 1 4 وكان 8 5 فهيطلع الناتج بيساوي 20 تمام مش باي علاقة أرضية هنا بيقول assume no routing دو زيان السم التاش بس نكمل السؤال how long after the start وبتاع IVN fusion would take to reach CSS متى سأصل للpractical هنا مش مكتوبة practical بس هي لازم practical steady state لو هو يصد همتى أصل الترو steady state هقوله زمن infinity امتى هاصل الpractical steady state بعد 5 half life يبقى هضرب 5 في قيمة half life half life هو من جاني في الراس السؤال بكم بسبعة ساعات يبقى خمسة في سبعة فألاقي 35 ساعة ما رقيتش 35 ساعة بالاختيارات ولكن لقيت 49 ساعة أختارها برضو يبقى خمسة ثانين ساعة موجودة اللي هي خمسة half life فهتلاقي في سبعة half life أو أي حاجة كتير مش خمسة يعني سبعة half life هتلاقي موجودة فتختار لاني دكتور المنوف تعملها على طول في النظري لكن مشاعد عميز طيب اه طيب احنا النظر هو الفايف تيت جات منين الايه الفايف اللي جنب اه من آخر قانون كنت بقوله اللي هو اسمه الفاسس نقلت ان القانون الاولاني اللي خدناه ان هو التركيز عند اي لحظة هو حفظ يعني عموما هي حفظ بس 8 ينبقى هذي اللي اقول بس احنا نحفظ ان هي خمسة تيها القانون الاولاني قلنا ان التركيز اللي بعد اي لحظة من زمن معين من تعليم محلول يساوي css ضرب واحد ناصر يوس سرب الكف الزمن اللي مر اسمت على css فبقى التركيز على css بيساوي واحد ناصر يوس سرب الكف الزمن اسمت على الرجل يعني جبته هنا في المقام النسبة اسمها fss هي التركيز اللي انت هتبصله بعد خمس ساعات مثلا منذ تعليم المحلول على التركيز اللي هتبصله بعد مدة طويلة ماشي يبقى التركيز اللي وصلتوله على css ده اسمه fss فهو بيساوي واحد ناصر e سرب k في الزمن كونن ده بس انهاء اه ماشي هلعب فيه دلوقتي بس عمل في حاجة عشان اجيب حاجة اسمها عدد فترات عمر النصف اجيب حاجة اسمها عدد فترات عمر النصف كنا حالينا مسألة في كان بيقول كم عدد فترات عمر النصف اللازمة للوصول يخرج 99.9% من اي initial بس اول يعني كانت مسألة في فقلنا عدد فترات عمر النصف ده بيساوي n او رمز n وممكن اقول انه بيساوي الزمن الكلي اللي مر على زمن الفترة الوحدة تمام يبقى فيها اسمها n ممكن اقول انها بتساوي t ترمي حالة المر الفترة t على t يعني لو مر 10 ساعات وكان t بساعتين يبقى مر كم t 5 ففي حاجة اسمها n بتساوي t على t ازاي اقدر اوجد n داخل هذا القانون انا عندي t هاي بس k هل اقدر اشير k دي وحط t فان القانون ان fss بساوي واحد نص e السالب بس بدلا ما هي كهي هخليها 683 من الف على t وهنا ما زال معايا t t على t هاي لو محط مكانهم n اللي هي عدد فترات عمر النص بساوي ال fss كل اللي باقي عليك بس انك تشتب على n ده وتخلي القانون يعني انزل القص ده انزله تحت واوجد قانون لل n وهتشوف لما اوجد قانون n هيفيد ني دلوقتي فزاي اخلي انزل ال n تحت اول حاجة لازم تخلي e اللي هي الاساس بتاعها في خانة الوحدة فاخلي e في خانة الوحدة هجيبها ناحية الشمال بالمجب وال fss هندي ناحية ال المين بالسالب هتخلص دلوقتي من e ان انا اخذ ln الطرفين فقوله باخذ ln الطرفين ln الطرفين فان انا اخذ اللجة او ln يعني بتاع الطرفين فln الطرف الشمال هيبها اسمه ln e plus سالب 603 1000 n ده هيتخلص من e دلوقتي زي ما ورق بيساوي ln واحد ناصر fss ln او من كواعد اللغة المعت لما بتلاقي ln الرقم والرقم في s فبيطلع ls ده بره اللغة ما بتضربه فبيبقى سالب 603 1000 n ضرب ln e بيساوي ln الجزء الناحية اليمين 1 ناصر fss ln e بالقلل الحاسبة عملها تلاقيها بواحد يبقى ln e كم واحد يعني بشطب عليها ln e بالقلل الحاسبة ده كنت بواحد اي حاجة في واحد هي 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 انا بتخلص من e لما تكون لواحدها بخليف خلن واخد ln الطرفين ln يكسر e وبينزل القصة بتاعها زي ما عملت دلوقتي يبقى معايا سالب 603 1000 ضرب n بيساوي الكلام ده عاوز ln الوحد ها سمع على اللي جنبها يبقى ln هتساوي ده القانون السابع مثلا ln 1 ناصر fss على سالب 603 من ده يبقى معايا القانون بيقول لي ان عدد فترات عمر النص اللي احتاج علق المحلول هذه المدة بيساوي ln 1 ناصر fss هي النسبة اللي انت عاوز توصل ها من ال steady state على سالب 603 نعوز ده بالنسبة دي بكام انا عاوز اوصل 100% من steady state ولا عاوز اوصل 95% من ولا عاوز اوصل 50% من نعوز بكام 95% اللي هو practical steady state يبقى عاوز ان fss تساوي 95% او يعني هي practical steady state فلما عاوز عنها 95% جرب كده تعاوز وقرريني النتج بكام هتلاقي النتج الان هتطلع بكام هتطلع ب 4 32% يعني نحتاج كم فترة عمره نصف عشان نصل الـ 95% 4 فترات عمره نصف وثلث 4 واثنين وثلاث 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 موجودة في محاضرة الدكتورة الناص وثلاث في الجدول ده عشان تصل لنسبة معينة من الذي هو التركيز الذي ستوصل له على CSS تصل لنسبة 95% فهذا يبقى حلو عشان يعالج المريض هتحتاج فترة عمره نصف 4 واثنين 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 عشان تحفظ على طول يعني 5 تحفظ لكن لو عاوز تعرف من قانون FSS الأصلي اللي هو ده FSS بعد ما ده كان قانون الأصلي شلت K وحطيت بطريقة معينة حطيت الن صح طيب أنا هاجي هنا بدل ما أخلي الن في 5 هعوض عن الن بخمسة نحن دائما نستعمل 5 تي هوا بعوض عن الن بخمسة ووريني FSS تطلع بالكامل فأنا أعملها دلوقتي هتلاقي الناتج هو تقريبا 97% يبقى بعد خمسة هاصل لقدم الستيد ستت 97% يعني أنا ممكن أزوغط في محاضرة الدكتور النصارح هنا أكتب هنا خمسة تي هاف باصل ل 97% تقريبا من الستيد ستت طب بعد 6 وستة من عشر هتصل لتسعة وتسعين في المية هتصل لتسعة وتسعين فاصل تسعة في المية من الستيد بعد عشرة هتصل للمية في المية اللي هي واحد بعد زمن ما لنهاية مش هتوصل أبدا للستيد السيد الحقيقي فدكتور اللي معايا فهمت جات منين في خمسة ها تمام يبقى احنا عندنا القانون السادس هو قانون ال-FSS هو ده FSS بيساوي واحد ناص ايو سالب الكيف خليه بصغط ان شيل الك وحط تيهاوف وتيهاوف شيلها مع تيو خليها ان فهيبقى القانون السادس مكي كتب السابع مكي كتب بهذه الطريقة الف السادس بيساوي واحد ناص ايو سالب ستمية ثلاثة وثلاثة من الف ان عوض بالن بقى بأي رقم لو عوضت بواحد تيهاوف عوضت عن ان بواحد هتجد ان اكتلا 50% لو انت علقت المحلول لمدة تيهاوف واحدة بس هتصل لـ 50% من السي اس اس يعني لو السي اس اس بخمسين هتصل لتركيز 25% لو علقت لمدة اثنين تيهاوف هتصل لـ 75% يعني لو السي اس اس بخمسين هتصل لتركيز 37.5% ثلاثة تصل لـ 87.5% 5% تقريبا 97% 95% بالضبط هتصل لـ 4-32% بس احنا بنقول لـ 5 يعني تركيز بقى سأبق خليت القانون التامن خليت ان فخن لاحظة ملوش تمنع لي في العمل خاص هو بس ممكن يجي لك في النظر أو عندك في النظر الـ الـ بيساوي الـ واحد ناصر الف الس على سالب 600 وتس و لو جالف هو موجود يبقى فيه ورد قانون يعني فده هو القانون التام طيب نيجي بقى القانون التاسع والعشر اللي هم اخر القانونين انا دلوقتي بوصل لوضع السبات وصل لل تقريبا بعد تقريبا خمسة والخمسة ده حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة بعد مثلا هنا خمسة أو سبعة على حسب التواب بتاع الدواء لو لو تيهاو بتاع الدواء بنصف ساعة فخمسة في نصف ساعة يعني بعد ساعتين ونصف لو تيهاو بتاع الدواء 48 ساعة أو يعني يومين يعني زي الضيجوكسن فهوصل بعد عشر ايام فلما يقول لك هتوصل امتى الوضع السبات بعد زمن كبير او زمن صغير قول انها حصل بعد خمسة تيهاو على حسب تيهاو كبيرة ولا صغيرة لو هي صغيرة حصل بعد ساعتين ونصف على المحلول ساعتين ونصف بس تصل للتركيز اللي هو العالي المستهدف والثابت لو تيهاو كبيرة على المحلول عشر تيهاو فطبعا في حالة الطوارئ مش طرف تعلق المحلول عشر تيهاو انت في حالة امرجنسي فكيف حال الطوارئ زي تصل للتركيز العالي ده اللي هو السي اس اس بس مش بعد خمسة تيهاو مش بعد عشر تيام لو تيهاو بيوميا عاوز اصل فعاوز اصل اننا الحل اننا هاوطي امر اشخل ليس لا حل من فش تزاوز سرعة المحلول تزاوز سرعة المحلول دي مش هتوصل اميدي دي برد وهي مش عالينا في منهجنا يبقى اننا مش هتكلم عن زيادة صورة المحلول دي بس هي حاجة حلوبة بس مش هتكلم عن الحل انك تعطي حقنة وريد حقنة اي في بولس اي في بولس وحقنة وحيدة سنجل زائد تعلق المحلول في نفس الوقت اول ما تدي الحقنة في الكنولا ثم علق المحلول الحقنة تعمل ايه انت عاوز تصل لتركيز اديك مثال احنا الانفيوجر رم في الساعة القريرنس بساوي 2 janet في الساعة الق بتساوي الفي دي بساوي 10 janet بتساوي القريرنس على الفي دي 2 من 10 الطي هو 638 peoples ثانية ثالث ساعات عناصلى امتى الوضع السببط بعد 5 طي هو يعني 5 في ثلاثة يعني 15 ساعة اعلى الفي 15 ساعة دي معطيات انا bin انتهى لك مثلا دلوقتي. فهنعلق المحلول للمريض وبعد خمستاشر ساعة انتعليه المحلول اللي هي خمسة تي هو. هيبدأ التركيز يثبت عند السي اس اس. اللي هو كام هو السي اس اس بيساوي من القانون الثاني القيوة على الكيريرونس. القيوة اللي هو مية على الكيريرونس اللي هو اثنين يعني هيساوي كام خمسين. فهوصل لتركيز خمسين اللي هو السي اس اس اللي هو السابت. بعد تقريبا خمساشر ساعة من تعليل المحلول. هنا تركيز خمسين ده. يعني في الاول خالص عند زمن زيرو. الحل ان انا هاطي جرعة وريد. الجرعة الوريد كانت بتدي لك تركيز في الاول اسم ايه? الجرعة السينجل الاي في بولوس. التركيز بحظة اعتار حونا كان بيه اسم ايه? تي زيرو صح? يبقى هي تدي لك انا هاطي حونا انا وريدها دلوقتي. بدوز معينة. هتدي لك تركيز اواري اسم ايه? سي زيرو. انا عاوز السي زيرو دي بقى كام? اعاوزه بخمسين? او اعاوزه بمية او اعاوزه بخمسة وعشرين? خمسين. عشان اوصل للتركيز المستهدى بسرعة. فانا اخلي السي زيرو دي اخليها تساوي خمسين. قيمة الدوز دي هتبقى كام بقى? هارجع القانون? اللي هو الفي دي بيساوي الدوز. على السي زيرو. دي قانوني الاي في بولوس بتاع السيكشن الفات واللي قبله. اجعل الدوز بخانة لوحدها. يبقى الدوز. تساوي السي زيرو ضرب الفوليم او دستربيوشن. السي زيرو نعاوزه بكام? بخمسين. ضرب الفوليم او دستربيوشن. هتجد ان انا افترضت نابع عشرة لتر. النتج هيساوي 500. يبقى انا هدي جرعة في الاول اسمها جرعة 500. وبدل ما سميها دوز بس هسميها لودينج دوز. يعني جرعة قوية لانها كبيرة شوية. لودينج دوز. جرعة محملة او جرعة قوية. قيمتها بتساوي 500. بتوصلي لتركيز السي زيرو في الاول اللي هو خمسين اللي هو السي اس اس يعني بتاع المحلول. المحلول كان هيديني تركيز خمسين بس بعد فترة طويلة جدا. اما دلوقتي الحون هتجدولي بعد زمن اديت. زمن زيرو. عند زمن زيرو. دلوقتي الحون هتجدولي. طب بعد كده عمل ايه? هدي خونة خلاص كده يعني لو اديت حقنة واحدة. ومديتش محلول. فالتركيز اللي احصل عليه هي باسمه السي زيرو اللي هو بخمسين. الجرعة طبعا هديتها هي خمس ومية. والتركيز ده هيعضي الا كده بنحناء. ويختفي خالص عند زمن مال انهاية رأي التركيز ده بكام? بسفر. هل ادي الحقنة ولا علق المحلول بعد ما اديت الحقنة كمان. يبقى انا هدي الحقنة وهعلق المحلول. المحلول لوحده كان المنحنة بتاعه بيهو عامل زي طوابع كده. والحقنة المنحنة بتاعها نازل. الاثنين مع بعض بها هيدورك ايه? الاثنين مع بعض. هدي المحلول. التركيز بتاعه بيزيد زيادات كبيرة في الاول ثم زيادات بسيطة ثم يثبت عند خمسين. الحقنة لوحدها بتدي لك هذا المنحنة. في الاول هخلي تديني تركيز اولي سي زيرو وكمته كأنه سي اس اس كأنه خمسين. ولكن الحقنة تركيزها ما بيضارش ثابت بتقطي اين لكده? لحد ما عند زمن مال النهاية بتختاري. الاثنين مع بعض بقى المنحنة هي بيعمل ازاي? لما يدي الحقنة زائد المحلول. فالمنحنة بتاع الحقنة زائد المحلول. بنقول انه عند زمن زيرو التركيز هي بكام? بسي اس اس اللي هو خمسين. عند زمن مال نهاية التركيز هي بكام? عند زمن زيرو التركيز هي بخمسين اللي هو بسبب الحقنة. هنا الحقنة. صح? اما المحلول التركيز اللي بتدورك عن زمن زيرو كام? بسف. طيب عن زمن مال نهاية المحلول هيدي لك السي اس اس الحقيقي بقى اللي هو خمسين. اما الحقنة بسف. يعني عن زمن مال النهاية هتلاقي تركيز بخمسين. بسبب المحلول. طب في الازمينة اللي ما بينهم اللي هو زمن ساعة ساعتين اربع ساعت خمس ساعت. هتلاقي التركيز برضو بخمسين. ثابت عنده بخمسين. يبقى الميزة لما تدي حقنة وريد مضبوطة. يبقى حقنة ايفي بولس مضبوطة زائد محلول. يدي لك التركيز في الاول هو خمسين اللي هو سي اس اس مثلا. ويفضل ثابت اثناء طول ما انت معلق المحلول. بنفس السرعة. الدليل ان التركيزات هتفضل دايما في. ده المرحانة بقى اللي احصل عليه مع الاثنين. هنا زائد المحلول. ايه مثلا عن زمن هنا. ثلاث ساعات. التركيز اللي المحلول هيدولك هو الراجل ده. وريكم خمستاشر. التركيز اللي هتدهولك هو الراجل ده. هتلاقيه خمسة وتلاتين. تجمعه مع بعض. يلاقي انت الكام. خمسين. ممكن اثبتها بالقوانين بس. ماشدح. ممكن انتوا مصدقيني يعني ان هو يضع لخمسين لخمسين. لو في وقته ولا فداخل. غير الغلطة بقى هنا في المثالة ديت. كان مفروض دي يدي مقدارها خمسمية. مقدارها خمسمية. تبدأ لك بتركيز اولي سي زيرو اللي هو خمسين. مع المحلول. يعني المفروض دي هنا للحقنة. بس مع المحلول الاثنين التركيز يفضل تثبت عند كم؟ خمسين طول العقل. حقنة زائد محلول. طب لو انا بدل مادي لودينج دوز مضبوطة. اديت لودينج دوز غير مضبوطة. يبقى المفروض الجرعة دي تكون خمسمية. والمحلول بتاعه بمية. عشان السي زيرو بتاع الحقنة يبقى خمسين. هو بقى للأسف اداني حقنة مش مضبوطة. اداني حقنة. دوز مقدارها الف. وداني المحلول هو هو اللي هو بمية. نجعل حقنة. ده مثال التخيلي مثلا. الحقنة التركيز الاولي اللي هتدوني سي زيرو هيبا كام؟ سي زيرو بيساوي الدوز على الفي دي. يعني الف على عشرة هيبا كام؟ مية صح؟ يبقى الحون هتديني تركيز مية. اما المحلول السي اس اس بتاعه يساوي الان فيوجين ريت على كيريرانس. يعني مية على اثنين زي ما قلنا اللي هو خمسين. يعني المحلول هيدي لك تركيز خمسين. والحون هتديني لك تركيز مية في الاول. الازمينة اللي ما بينهم التركيز هيقل من المية لحد ما يوصل للخمسين وييثبت عند الخمسين.قيرا سيابت عند الخمسين بعد Resources. لو انت اديت حقنة مضبوطة يدي لك تركيز اولي هو هو السي اس اس بتاع المحلول فالمحلول مفهود يدي لك تركيز خمسين بعد زمن طويل report.شوف الحقيقنا بقى لو اديتك خمسين زيه في الاول يكون التركيزات طوال الوقت هتفضل خمسين. لو الحقيقنا كانت غير مضبوطة كانت زيادة وكانت بمية كانت بألف فاداتك تركيز اولي بمية. المحلول المفروض بعد زمن طويل يدي لك خمسين. يبقى شكل المرحنة هيبقى اعمل ازاي من المية هيقضى يقل في الازمانة اللي ما بينهم لحد ما يوصل عند الخمسين ويزبط عند الخمسين. طيب اديت حقنة مش خمسمية اللي هي المضبوطة اديت حقنة متين وخمسين. تقسم مع الفيدي اللي هو عشرة تأجد ان الحقنة بتدي لك تركيز اولي بخمسة وعشرين. مش مضبوطة اقل من مضبوطة. والمحلول هيدي لك تركيز اولي بعد مدة طويلة بخمسين. المرحنة هيبقى اعمل ازاي هيبقى من الخمسة وعشرين يزيد لحد ما يوصل من الخمسين. يبقى فايدة الحقنة بس ان هي تخليك متبدأش من زيرو. المحلول لوحده بيبدأ منين? من الزيرو تحت هنا. الحقنة هتخليك متبدأش من الصفر. يبقى انت كده كده في لو معلق محلول مسيرك هتوصل لحاجة اسمها css. تركيز بقى في الاول. لو محلول لوحده تبدأ من الزيرو هنا ويبدأ يزيد من الزيرو لحد هذا css. لو اديت حقنة مضبوطة يعني مضبوطة يعني التركيز الاولي بتاعها هو css بتاع المحلول اللي هو خمسين مثلا فالحقنة تبدأ من هنا وتوصل برضو وتعلق المحلول بقى ساعتها ويبقى ده المنحنة بتاعك. لو اديت حقنة مش مضبوطة زيادة عن اللزوم يبقى تديرك تركيز اولي هنا كبير شوية اكبر من css يعني بمية. والمحلول برضو هيغزل خمسين بعد الفترة. لو نحنة هيبقى كده. لو اديت حقنة اقل من مضبوطة اديتك c zero صغير شوية بخمسة وعشرين. اوظر من css يعني بخمسة وعشرين. هتبدأ من هنا الحقنة عند خمسة وعشرين والمحلول عند خمسة وعشرين ينتهي. الاتنين مع بعض يديرك المنحنة الاسودة. يبقى ميسة الحقنة الوحيدة ان تخليك ما تبدأش منين من السفر. منحنة الوحيدة يبدأ من السفر. الحقنة اشوفها تبدأ من يعني. وغالبا لو هي مضبوطة تبدأ من الخمسين برضو. زي السي اس اس بتاع المنح. طب قيمة هذه الحقنة بكام? فبنقول ان القانون التاسع ان الدوز بتساوي. السي زيرو ضرب الفي دي صح? بعدما هي سي زيرو هخليها سي اس اس. انا عاوز السي زيرو دي تبقى زي السي اس اس. تبقى خمسين برضو. فاقولي بقى اللو دينج دوز. الجورة اللي في الاول. بتساوي السي اس اس ضرب الفي دي. فهذا هو القانون رقم تسعة. اللو دينج دوز بتساوي السي اس اس ضرب الفي دي. القانون رقم عشرة هو هو. اولي اللو دينج دوز برضو بتساوي. بس بدلا ما هي سي اس اس. هشلها وحط مكانها الكيو على الكيريرانس. الكيريرانس الكيريرانس اللوها كيف الفي دي يعني. يبقى اللو دينج دوز بتساوي الكيو على الكيريرانس اللوها كيف الفي دي. وما زال معي الفي ده هنا. فالفي دي هتير مع الفي دي يبقى القانون العجل هو ايه؟ اللوديينج دوز بتساوي ال-KU على ال-K KU على ال-K يبقى إما اللوديينج دوز-KU سرعة النزول تشوفها بكام ويسمع على ال-K او اللوديينج دوز التركيز اللي انت عاوز تبصله المحلول بكام وضربه في ال-VD طب نيجي على المسألة تانية فأنا بيقول لي What is the proper? Loading the dose for this antibiotic فالك اللوديينج دوز بتساوي ايه؟ CSS ضرب ال-VD فال-CSS ب-10 ضرب ال-VD في هذه المسألة كان ب-15 يبقى الناتج 150 او ممكن اقول لي بتساوي Q على ال-K ال-KU كان ب-14.85 على ال-K اللي هو كان الرقم ده يتموا على الوضع يطلع وردوا الناتج 150 ودي جراء وحدتها ميلي جرام ميلي جرام بقى لان ال-CSS ده ميلي جرام على اللتر وال-VD باللتر طيب المسألة التانية كده احنا خلصنا كل القوانين نبص بس على المسألة التانية المسألة التانية بيقول مضاد ضحاوي اتخذ الميل وزنه كذا 75 ال-Half-Life كان بساعتين ممكن نجيب من ال-K ال-Volume of Distribution كان بساوي واحد ونص لتر كل كيلو ممكن نجيب ال-Volume of Distribution اضرب في الوزن اللي هو 75 كيلو ال-Desired steady state بلازم ال-Concentration بكام؟ 20 ده ال-CSS فنحل مثلا المسألة المطلوب الأولاني ما هو ال-Infusion Rate أو ما هو ال-Infusion Rate أو ما هو ال-Infusion Rate فده هو القانون رقم كام؟ قانون رقم ثلاثة أنا أكتب لك وراية القانون يعني القانون رقم ثلاثة هو ال-Infusion Rate بيساوي ال-CSS ضرب كاليرانس ال-Infusion Rate هو بيساوي ال-CSS ضرب كاليرانس ال-CSS بكام؟ 20 يبقى معي ال-CSS ال-CSS اللي هو 20 ضرب كاليرانس بعد جيبه K في ال-VD ال-K معاك من ال-T-Hove 600-288 ألف على ال-T-Hove ال-T-Hove جاب ال-K وال-VD جابه واحد ونص لتر كل كيلو وضربه فزن المريض اللي هو 75 كيلو يعني ال-VD بتسعة و اضرب واحد ونصف 75 شوفوا النادجة تايمية وكم وبعد كده اضرب ال-CSS ال-CSS ال-Summing How long after the start بتاع ال-I-VN-Fusion Not to take to reach the CSS امتى هاصل لل-CSS فقال لك ان انا عند true study state هاصل عند time infinity بس هو يسأل عن practical تقريبا time to reach the CSS هو 5-T-Hove هتقوله 5-T-Hove ال-T-Hove ال-T-Hove بكام ال-T-Hove بساعتين في المسألة يبقى 5-T-Hove بقى 10 ساعتين فممكن تلاقي في الاختيارات رمز 5-T-Hove مفيش بقى رمز 5-T-Hove وكاتبها بالساعات بالدقيق اضرب بقى في كومية T-Hove بكام خمسة في ساعتين نصف المسألة اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده بيقول حسب التركيز عند زمن خمس ساعات منذ بدء تعليق المحلول في رمزة start of infusion ان ده بيسار عن القانون رقم واحد او القانون خالص اللي هو هذا القانون تركيز عند اي زمن منذ بداية تعليق المحلول او اشير ال-S-S ويبقى هو القانون ده طبعا فبيسار عن اول قانون خالص فقالك ان التركيز عند زمن معين منذ بداية تعليق المحلول وهو زمن خمس ساعات فبيساوب كيو على الكيف الفيدي او كيو على الكيدي يا رنسيا او اشير ده كله وحطه مكانه ايه T-S-S اللي هي بـ 20 هي 20 ضرب واحد نوصل ايو السالب الكي في الزمن. الزمن عوض عنه بخمسة ومعاكل كي من تي هوب ومعاكل انفيوجن ريت انت حزبته الخطوة اللي قبلها او شيلهم على طول كيو على كيف الفيديو حط cssl20. فهيطلع هو ده واحدته ميلي جرام على لتر او مايكرو جرام على ميلي لتر. ميلي جرام على لتر او طعف تجيب الايه في الالة حزبه? الناس بطعف تجيبها في الالة حزبه او لا. shift lint يجبها shift زرارة shift زى زرارة. السؤال بعد كده مش خلبيناه في القوانين بس هو على اساس الفهم. بيقول احسب الالميليجيش ريت سرعة الخروج ماينفعش اقول يعني ايه سرعة الخروج? سرعة الخروج بتبدأ من الصفر وبتعط زيت كل شوية. الميت سابط عند رقم معين اما سرعة الخروج بتبدأ من الصفر ثم تزيت 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 تزيت. لحقا ما تصبح مساوية بعد عنده وضع السبات. فهو هنا بيقول لك احسب في وضع السبات. اقول له الاجابة ان هي بتساوي ايه? يبقى بيساوي في وضع السبات. شوف بكم? او بيساوي بس في وضع السبات. فالمسألة كان بسبعمية تمانية وتمانين او احنا حسبينه في الخطوة اللي هي فوق دي. سبعمية تمانية وتمانين فقول انه هو المسألة رقم ثلاثة سهلة هتحلوه انتوا في البيت. يطلب حساب واللودين يدوز. هي بقى المسألة صعبة شوية. وهي المسألة رقم خمسة. لو في حد مش فهم حاجة يعرفني. انا عارف ان هي حاجات صعبة بس عشان مدة ساعة ونصف فانا مستعقل. عشان رمضان. اخذ 200 ميلي جرام اي في بولوس. يبقى اخذ دي هي المتبوطة بس هل هي مطبوطة ولا غير مطبوطة. يعني هل دي اللي توصلني للسي اس اس بتاع المحلول بالزبط ولا اعلى شوية ولا شوية ما قال شي. ما عرفش. هو بدأ بالتركيز ده عشان يعني ايه? يتحرق معا بدأ ما يبدأ من السفر. بدأ ما يبدأ من تركيز سفر يبدأ من عند رقم معين. مش عارفين رقم بعدها زيادة ولا أقل. المهم فأعطى رودي جدوس بمتين وبعد كده فرد اميديات لي باي كونستان تريت اي بان فيوش. وعلق المحلول بعدها بسرعة سبعين ميلي جرام في الساعة. المحلول فضل متعلق لمدة خمس تياء. وبعد ما واقف المحلول. طبعا التركيزات بدأت تقل. أثنان التركيزات بدأت تقل. قدر يحسب الكي والهاف لايف وكلام ده. ما قالكش حصابها ازاي بسألك. الهاف لايف على طول بتلات بتلات ساعات. قدر اجيب منها كي والفوليم بالدستربيوشن بتلاتين لتر. يبقى أنا معي الفوليم والدستربيوشن ومعي الكي. قدر اجيب الكديرونس. سأل سؤال اول حاجة. مالوش برضو علاقة بيقول لي. what is elimination rate of this drug. أثناء الفوليم في وضع الثبات. نفس اللي لسا حلينه حالا. في وضع الثبات. يبقى الالمينيشن ريت. أثناء الستيدي ستيت فهو بيساوي الفوليم فيوجه في المسألة بكام سبعين. يبقى تقول سبعين. السؤال البعض كده. سيسيبك من السؤال الثاني. نجعل السؤال رقم ترده. what is الالمينيشن ريت كونسطنط. يبقى فيه فرق ما بين كلمة سورة الخروج. أما كونسطنط تضلل هو رمز ايه. لوالكي. فالكي الرقم ده على ثلاث ساعات يطلع كده أو ارسل بقى. نجي بقى على السؤال رقم اثنين. ايه هي الستيدي ستيت. أثناء الانفيوجين. لما بيعلق المحلول بيصل للسي اس اس عامله زي. فده من ورقة القوانين هتجد ان هو القانون رقم اثنين. ان السي اس بيساوي. الكيو على الكييرونس. فالسي اس سأقول ان هو بيساوي الكيو على الكييرونس. الكيو كان بسبعين. على الكييرونس اللي هو الكي. ثلاثة عشرين من مير. ضرب الفي دي. اللي هو ثلاثين لتر. يبقى لو كتبت الكيو على الكييرونس او كيو على كيف الفي دي. هيطلع معاك السي اس سيطلع بكام. بعشرة واحد. الاغلطة بقى اللي الناس بتغلطها ان هو بيفتكر ان اللو دينج دوس ديت مضبوطة. بيكتب قانون يقول انا طب انا عندي قانون لللو دينج دوس. بيساوي السي اس اس ضرب الفي دي. وعندي طبعا قانون كمان اللو دينج دوس بتساوي الكيو على الكي. يقول طب ما انا. اهي سي اس اس اهي. دي سي اس اس. بس ده القانون غلط كده. المفروض ان يكتب ان اللو دينج دوس بتساوي سي زيرو ضرب الفي دي. اللو دينج دوس بتوصل لك التركيز اولي اسمه سي زيرو. اما يساوي السي اس اس لو هي مضبوطة. اما يبقى اعلى اما يبقى الا. فانت عرفت منين ان هي مضبوطة عشان تقول ان هو سي اس اس. ممكن يبقى اعلى. فلو كتبتوا كده هتغلط. لانه هيخلي السي اس اس في خانة الواحدة. ويقول ان هي تساوي اللو دينج دوس على الفي دي. يسم اللو دينج دوس اللي هي امتين. على الفي دي اللي هو تلاتين. فامتين. على تلاتين. النتيج هيطلع بستة. ستة فاصل ستة. هل السي اس اس يبقى ستة فاصل ستة ولا هيبقى عشرة وواحد. يعني المحلول. اداني نتيجة. لما طبقت قوانين المحلول. لما قلت السي اس اس بيساوي الفي وجريت على الكليرانس. الفي وجريت سبعين على الكليرانس اللي هو الفي دي تلاتين. طلع السي اس اس بعشرة وواحد. لما طبقت قوانين لو دينج دوس. اعتقادا من ان هي لو دينج دوس مطبوطة. فقال لك السي اس يبقى لو دينج دوس على الفي دي. ده غلط. مفروض ما يستعملش القانون ده ابدا. فطلع مع الناتك ستة وستة. هل ده اجابة صح؟ ده مش السي اس اس. ده اسمه تركيز اولي. يبقى هو الفكرة الملحنا يبقى كده. المحلول هيدي لك بعد فترة طويلة من تعليق المحلول تركيز اشرة واحد. ده سي اس اس. اما الجرعة لانها غير مضبوطة مش مضبوطة 100% جرعة 200 بتدي لك تركيز أولي C0 بيساوي 6 و 6 والمنحنة هيبدأ يزيد من 6 و 6 أسنعتها علي المحلول لحد ما يوصل لعشرة و 1 لو جرعة كانت مضبوطة كانت هتدي لك تركيز أولي هنا كان C0 بتاعي يساوي السي اس اس يساوي 10 فأنت متعرفش دايما هي مضبوطة ولا مش مضبوطة فالقانون يكتب بالصيغة دية لودينج دوت بيساوي السي اس اس و الو دي بس ما تعكسش لان مفروض الأصحي كده احنا ساعات بنساوي السي زيرو بالسي اس اس فلما هو يديه بقى جرعة انت مش هارفها مضبوطة ولا مش مضبوطة ما تقول ليش أنا أجيب منها هات السي زيرو ماشي بس ما تجيبش السي اس اس تقدر تحسب الجرعة المضبوطة بقى هنا ولا ما تقدرش ممكن نحسب الجرعة المضبوطة يبقى الجرعة اللي هي جرعة 200 اللي هو بيديها دلوقتي دي جرعة غير مضبوطة بتوصل لتركيز أولي 6 و 6 فبيحتاج وقت أطول عشان يوصل لعشرة واحد بعد خمسة يوم بورد بس يعني هيبقى بدل ما يبدأ من زيرو فيعن حاجة تتحرك الدنيا معا الجرعة المضبوطة بقى لو أنا عاوز أحسابها هقول قانون اللوديج جدوز المضبوطة فهو بيساوي السي اس اس ضرب الفيديو السي اس اس بتاع المحلول اللي هي عشرة واحد ضرب الفيديو اللي هو تلاتين لتر هيطلع على الناتج تلتمية تقريبا تلتمية وتلاتة يبقى المفروض كان يدمج Raw 303 MG والأحسن منها تقول اللوديج جدوز بتسوير الفيديو على الكيل الفيديو الجدو جيدا هو ضرب هى صفاواتي على الكيل اللي هي 0 المdessusر2 wh waar يطلع دلته مهم مهر اللودي جدوز المضبوطة المفروض تكون 330 اما هو ضرب الفيديو الجدو جدو جيدا كيف ضرب الاتجرية لنضبوطة ضرب الفيديو جيدا حيطفني هذه الكلام هquele يطلع هيفصلني ازاي furious ما هو الـ Steady State Concentration؟ لو الـ Loading Doors اللي هي ما كانتش ملطبوطة، خلت بمتان، زودناها وخلناها ربعمية، زودناها الضعفة فولت باي سبعين ميلي جرام برعور آيفين، والمحلول هو هو فالـ CSS بيتحدد بالـ Loading Doors ولا بيتحدد بالمحلول؟ بالمحلول، الكلمة CSS يعني وضع السبات يعني بعد أزمنة طويلة التركيز بعد أزمنة طويلة يتحدد بالمحلول الـ Loading Doors بوظيفتها بس تديرك تركيز في الأول عالي شوية، مش بـ Zero فأنت زودت الـ Loading Doors ربعمية، التركيز الأولي في الدم، بدل ما كان 6 و 6 مع جرعة 200، هيبقى 13 و 2 مع جرعة ربعمية بس المحلول برضو هيدي لك تركيز لأن نفس المحلول 70 هيدي لك تركيز 10 و 1 فالمنحنة بس هيبدأ من فوق شوية، هيبقى من 13 و 3 ويقل الحد إلى 10 و 1 بعد ما كان بيبدأ من 6 و 6 ويروح لحد العشرة، يعني الحالتين الجراتين مش مضبوطين، بس المحلول طالما هو هو يبقى CSS هي هي، فأنت هتكتب القانون هنا، CSS بيتساوي إنفيوجر ريت على الكريرانس، إنفيوجر ريت زي ما هو 70، على الكريرانس زي ما هو فأيطلع معاك CSS برضو 10 و 1، ما تكتب، ما تقولش الإجابة 13 و 2، غلط بعد كده، سؤال 6، لو إنفيوجر ريت زودنا، لو زودنا الكيو، بعد ما كان بـ 70، خلنا بـ 140، زاد الضعف، إيه لو يحصل في CSS هيزيد الضعف، هتبقى عشرين و 2، علاقة طردية، يبقى CSS بيتساوي إنفيوجر ريت على الكريرانس، إنفيوجر ريت ده زاد الضعف، يبقى CSS هيزيد الضعف، يبقى عشرين و 2، إيه هو الـ time to reach CSS لما كانش فيه لودينج دوز، خمسة ياب فخمسة ضربت ياب بثلاث ساعات، يبقى خمسة عشر ساعات، لو فيه لودينج دوز، هاوصل إمتى للـ CSS؟ لو فيه لودينج دوز مضبوطة، accurate، يبقى هاوصل عن زمن زيرو، لو لودينج دوز مضبوطة، وصل عن زمن زيرو، الوضع السابق، لو هي أكد، طيب، آآ نحن نحن نسألة، إلي الكيز الطويلة للنوحة، أيضا، أكثر بحب بحضة عن سؤال؟ هاو الميوتي؟ هاو الميوتي؟ هل هي الميوتي؟ هل هي بتسأل ولا؟ هل هي بتسأل الشخص؟ هل هي؟ هل هي كلم، يكلم، بقى يرفع ايده ويكلم، أو يكتب، بس أظن لو كلمتها الميوتي هيفك يعني، نيجي على المسألة اللي هي وانا ازلوكم حلها اللي هي الكيس دي دي ممكن منحاش اقولها كلها بالتفصيل ان شاء الله فبيقول لي البروكينمايد نفس الكلام كنا اخدنا زي هالمرة اللي فاتت بيقولك ان هو بيبقى فعال في رنج ما بين 4 و 8 ده الرنج الفعال بتاعه بس هنا بقى قال لك ان هو بيتاخد IV على هاية هو بروكينمايد يبقى انا معاي حاجة اسمها بروكينمايد بيدوف الماء ولا ما بيدوف شيء ما بيدوف شيء ده عمل زي صفو تجزيم يصنع مينو بقى بروكينمايد عشان يبقى صوت ويدوف الماء عشان ياخد وريد زي صفو تريزيم صوديون اطاق حاجة اسمها صوت فاليو ايه صوت فاليو صوت فاليو هي وزنة البروكينمايد على وزنة البروكينمايد اتش سيل يبقى وزنة الدهل لوحده على وزنته هو عامل صوت هيبقى النسبة اكبر من الوحده الصحيح او الاقل من الوحده الصحيح اصغر من الوحده لان المقام حبير صح يعني بروكينمايد ومعه زيادة اتش سيل فهي النسبة سبعة وتمانين من مية ده اسمها السولت فاكتور رمزة اس هي عاملة زي علبة السيفو تاكس هتلاقي مكتوب ان هي فيها الف تمانية واربعين سيفو تاكزيم سوديوم وده بيبقى اكويفلنت مكافئ الى الف ميلي جرام من السيفو تاكزيم يبقى انت بتادي الدواء على هية ملح عشان هو بيبقى دايب مع الملح انما هو الوحده مش دايب فالملح يدخل الدم الدواء يتحرر وهو بقى ليدي تأثير يسيفو التاكزيم لوحده او البركينمايد واحده هو ليدي تأثير وهو اللي بقس له تركيزاته هنشوف دلوقتي يعني نحلها ازاي كامل اداك بيبقى الثرابيتو كرينج اداك الهوفلاي بثلاث ساعات في الناس الهيرثي اداك الفيدي باثنين لتر لكل كيلو اعطاك نسبة البيخرج عن طريل يورين بس ملحش استعمال معانا هو النسبة البيخرج عن طريل الكبد خمسة وتتفل بعدك بيقول مريض وازنه ممت كيلو ممكن اقول الفيدي هيساوي اثنين لتر لكل كيلو ضرب المية يعني هيساوي ممتين لتر قدمت التوهزبتال ايه يا تظنين هو ليه مرة لما نجي نحسب الفيدي بنضرب في الوزن مرة لا على حسب هو اعطاني الفيدي ازاي هو هنا اعطاني الفيدي ووحدته ايه اثنين لتر لكل كيلو جرام اه يبقى اضرب الوزن المري لو هو الدهوني جايز مش هضرب يعني لو قال الفيدي بيساوي الفيدي بيساوي الفيدي بيساوي خمسين لتر فقط خلاص يبقى الفيدي بيساوي خمسة لتر لكل كيلو فهشوف وزن المريد كم كيلو واضرب وازن المريد مسلا ممتة كيلو جرام فهضرب الكيلو هيتير مع كيلو يبقى الفيدي ايه بقى 500 لتر لو قال الفيدي بيساوي يعني تلت البودي وايت تلت وزن الجسم فأقول تلت واشوف وزن الجسم مثلا ممتة كيلو يعني ناتجة يساوي 33.3 لتر يبقى على حسب الوحدة اللي هو اعطاهم. فهو هنا مديني الفي دي لتر لكل كده. فضربته في الوزن اللي هو همد كده. اما في المسألة المسألة الاخيرة كان مديني الفي دي بتلاتين لتر بس. وما ضربتش في حاجة الفي دي بتلاتين لتر. طيب نيجي نكمل. فبيقول التزير برك Carmsteq �re stata لا نضعه في القوانين. اللي بيضعف في القوانينци هاده هو ايه? الترو. التركيز اللي هو الحقيق. اللي هو ما بعافش يوصل له اه بس يحط في القانون وبستنتج سرعة النزول المفروضة استعملها. البرراكتكال استيدي ستيت والترو استيدي ستيت كانوا كadasة. خمسة وسبعة كانوا ستة. من هو الترو؟ من هو البرراكتكال؟ الخمسة وسبعة ده ده صغير. والستة هو الكبير. يبقى ده هو التروس. يبقى السياس بكام? السياس سياس بخمسة وسبعة ولا بستة? ستة. يبقى انا اعوض بالتروس دائمين في القوانين. دي اللي بنعوض به. ما بنوصل لهاش. بس بنوصل لخمسة وسبعة. بس لازم اعوض بالستة. بس تشوف السرعة كام? والسرعة دي هتقدر توصلني الخمسة وسبعة. ولو طولت كمان هتوصلني تحت الستة حاجة بوصل. وحتى تلاحظ الاخمسة وسبعة دية هي خمسة وسبعة دية من الستة. يعني يستишьatta خمسة وسبعة على ستة. واضرق فيها لا تلاحظ ان جان فيها combo. بيقول لي احسب الانفيوجن ريت. بقول له قانون الانفيوج유 ريت. هو ما بيساوي. قانون الرقم آآ 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 ثلاثة. فورية القوانين. C SS أضرب كيرانس. c SS ضرب كيرانس. c SS بالستة. ضرب الكيرانس. مش معي كيرانس وماميه الكيا ومعيه البيدي. البيدي طلعناه اه الـ K 623 من ألف عطيها يتعب بثلاث ساعات يعني هتلاقيه بـ 23 من ألف والفيديو كنا بـ 200 لتر يبقى الكيريرانس اللي هو عبارة عن الـ K اللي هي 23 من ألف والفيديو اللي هم تي طلع ناتج بحض لو معاه الحزبة الناس هزم بقى تجيب ألحزبة لأن انت تطلع ناتج هتلاقيه مش هو اللي أنا كاتبه هنا فالناس في البيت لو هي معاه الحزبة بقى تكتب 6 ضرب الكيريرانس اللي هو 23 من ألف ضرب الفيديو اللي هو 200 فتجد الناتج 277 فاصل 2 277 ليه هم شوال اللي موجود هنا لأنه هو نعم لأنه هو بيقول لي يعني احنا معواضين التركيز اللي هو قسيت ده تركيز مين ده تركيز CSS بس هو قال لك بتاع مين بتاع البروكينا ميد بس يبقى ده البروكينا ميد وبالتالي طالما هي هنا بروكينا ميد يبقى ده الانفيوجر ريت بتاع مين بروكينا ميد يبقى المفوضة نزل بروكينا ميد بجرة 277 ميلي جرام ينزلوا في الساعة بس هو مش موجود في الصيدلية أصلاً اللي في الصيدلية البروكينا ميد بقى البروكينا ميد بقى البروكينا ميد بجرة 277 طيب الهسل اللي بقى كام بتكتب البي ده ب277 يبقى الهسل اللي تحت ده بقى م تطلعه براه وتنزل الاس مكانه يعني البروكينا ميد البروكينا ميد بجرة اللي هو الفيوجر ريت بتاعه فهو بيسير البروكينا ميد لوحده الفيوجر ريت بتاعه على الصوت فاكتور يعني 277 فاصل اثنين على الصوت فاكتور اللي هي 87% على الرقم الصغير بتلاقي أن النات اكتراع ب318 عموماً ما بيجيبش salt factor 8 بكتورة ناصر ميلي جرام في الساعة. في الناس في المدها؟ أخيد السلط وزنته أكبر شوية. زي كده سيفوتاكزيم سوديوم وزنته 1048. وبيحتوي على 1000 سيفوتاكزيم. اسمه سيفوتاكزي 1000. بس هو مفروض فيه 1048. فدايماً السلط هتقسم على الرقم الصغير اللي هو 7800. الرقم الأصغر من الواحد صغير. عشان بعد كده بيقول it is desired to attain بلازمة ستة. عاوزين نوصل لتركيز ستة. بس نوصل ليه إمتى؟ بعد خمسة تيوبة ولا instantaneous. instantaneous. فالحل اللي نحن نعطي إيه؟ Loading يدوز. فبيقول Loading يدوز اللي هديها بكاين. وقال لك Loading يدوز بتاع مين؟ بروكينمايد بس ولا بروكينمايد في السؤال اللي هو هيدرو كلورايد. فأنا أقول له Loading يدوز القانون اللي نحافظه. أنه بيساوي. CSS وضرب ال VD. فالCSS عاوز وصلت لك الستة. وال VD بمتين. الستة دي طبعا ميكرو جرام على الميلي لتر. بس أنا أخليها كأنها ميلي جرام على اللتر. عشان اللتر يطير معه اللتر بتاع ال VD. بتاعتها الوحدة. اللودي جدوز تبقى بالإيه؟ بالميلي جرام. تبقى 1200 ميلي جرام. بس طالما أنت عوضت بتركيز البروكينمايد بس. steady state بروكينمايد بس. يبقى اللودي جدوز اللي طرعت معك دي بتاع مين؟ بتاع البروكينمايد اللودي جدوز بتساوي. الكيو على الكيو. الكيو كام؟ اكتب الكيو كام؟ بكم؟ 318. لو كتبت الكيو فصل ستة تقريبا. على الكيو اللي هو ثلاثة وعشرين من مية. أرى الناتك طلع بيساوي 1379 مباشرة. ليه؟ لأن ال 318 دي. دي بتاع البروكينمايد البروكينمايد HCL أو البروكينمايد بس؟. يبقى ده البروكينمايد HCL. بروكينمايد HCL. يبقى اللودي جدوز اللي تطلع برضه زيه. HCL زيه. مش محتاجة أنك تقسي مع السبعة وتعمل من مية. لأنك مطلع بروكينمايد HCL. إن في وجر ريتهوب 318. يبقى يدي لك اللودي جدوز بتاع ال HCL برضه مرة 1379. أما لو كنت حط التركيز فالتركيز اللي ما أعطى في السؤال ده بتاع البروكينمايد لحظه. يبقى الجورة اللي تطلع لازم أقسمها على السبعة تعمل من مية. السؤال طبعا اتنين اللي أنا فوته بيقول الزمن عشان نصل للبراكتكالستيديستيط هو خمسة تيهوب. وتضرب خمسة تقرب بالتيهوب اللي هي بثلاث ساعات يعني خمساشر ساعة or more. يعني ممكن يبقى سبعة تيهوب اللحية. هنا السؤال ده برضو بسيط يعني انت حاول تحلو بيقول الrate of elimination. احسبه عند وضع السبات. يبقى هو هو ال infusion rate. غير السؤال بقى بيقول. لو انا مش عاوز اصل لتركيز ستة. it is desired to attain ومنتين. التان يعني توصل ومنتين يعني تحفظ عليه. CSS مقدره كام? تمانية. بيقول عين ال infusion rate. علما بان البرامترز زي الكا والفيدي سبتين. يعني الفيدي بانتين لتر والكا بثلاثة وعشرين من ميين. فلين في وجلت ممكن تقول انه بيساوي. القانون رقم اه تلاتة هو. CSS ضرب. كريرانس. CSS دلوقتي عاوض عنه ستة ولا تمانية. تمانين. ضرب كريرانس اللي هو الكا في البيدي اللي يمتين. وطلع النتج. والنتج ده. هيبه بتاع البروكينة مائد. لوحده. لان ال CSS طبعا. تقسمه على سبعة تمانين من مية. تمانية ضرب اثنين تاتة واحد ضرب اثنين. هو يطلع بثلاثمية تسعة وسبعين. اه تسعة وستين. فاصل سبت. بس ده بتاع البروكينة مائد بس. هيسمه على السبعة تمانين من مية. وانا نزل لك الحل بتاع بتفصيل. هيطلع بيساوي ربعمية اربعة وشرين فاصل طبعا. بس هنا اشوف انا اكتب لك حاجة اسمها think of linear kinetics. فكر ان اللي علاقة طردية. انت الى ايه اللي علاقة ما بين ال infusion rate وال CSS. علاقة طردية. فال infusion rate الجديد مثلا. على ال infusion rate القديم. بيسعب. CSS الجديدة. على CSS القديمة. فال infusion rate الجديدة انا عاوزه. القديم كان بيقام. روح القديم مثلا نحن كنا بنستعمل له زمان. كان بثلتمية وثمانتاشر. فتكتب هنا ثلتمية وثمانتاشر. فاصل ست. السي اس اس الجديد انا عاوز اصل لتركيز ثمانية. القديم كان بيوصل لتركيز ست. يطلع معي الراجل ده. تحسبه طرفين فواسطين. هتلاقي ان هو بربعمية. اربعة وشي. وليطلع ربعمية اربعة وشين مرة واحدة. لان ال infusion rate القديم كان بتاع ال HSL. اللي فوقه برضه يبقى HSL ازاي. طعم? اللي تحت زي اللي فوق. فهنا بيقول لك think of linear climate. لما التركيز يزيد اه خمسين في المية. يبقى الراجل ده يزيد خمسين في المية. او ثلاثين في المية. بيقول لي الراكريكا الاستلسية تعينه. اضرب خمسة وتسعين في المية. ضربة تمانية. اللي هو CSS. وطلع الناس. هاوصل امتى? هاوصل امتى للCSS الجديدة? اللي هو تمانية. هاوصل امتى للCSS بيسوي تمانية? انا CSS اللي هو القديم اللي هو ستة كنت بوصل له بعد خمسة هوا. اللي هو كانت خمسة في تلاتة بخمسة واشر ساعة. امتى هاوصل لتركيز السي اس جديد اللي هو تمانية? اعلى المحلول المدة بتديه. برضو خمسة يوم. يبقى حتى لو زودت جرعة فتصل برضو بعد خمسة يوم. يعني خمسة في تلاتة بخمسة ساعة برضو. يبقى انت. تمعلق المحلول بسرعة وليكم مية. كنت بصل لCSS. مقدارها. خمسة. ضعيفة السرعة. السرعة بقت متين. اصل لCSS مقداره كم? لا. ايه CSS بيتناسب طرديا مع الجرعة. يبقى اصل لCSS مقداره عشرة. يبقى CSS ده جديد هيسوي عشرة. بس اصل له امتى? عند نفس الزمن. هنا كان بوصل لده. تركيز بيبدأ يثبت عند خمسة عند خمسة هوا. اللي هو مثلا خمسة واشر ساعة. وهنا ونفس كده. وعند نفس الزمن. يبدأ يثبت برضو بعد خمسة يوم. يبقى دايما السي اس اس ايه ان كانت كموتها بكم? بوصل لها بعد خمسة يوم. هيقول لك انا زودت جرعة الضعف. طيب ان تريدش السي اس ايه بكم? لما بيزودوا جرعة يوم زي ما هي ما تتغيرش يبقى خمسة يوم برضو. ثم اللي هي تغير التركيزات. اما الزمن الوصول هو هو. طيب مش مهمة شو بروفايل دي مش عاوزك ترسمها. والمرة جاية والمرة جاية. اللي هي مني بس احل بس سؤالين. ايه? 11-12. المريض تاني عنده عنده مشكلة في الكريار. الهوف لايب بتاعه بدل ما هي ثلاث ساعات بقيت بكم ساعة? 14 ساعة زادت. اما الكي قلت وكريرا نسأل. ده ما بقاش عارف يطلع الدواء. فالكي يبقى 613 على 12. اعتقد ان هي بتساوي. خمسة من مية. يبقى الكي بتساوي خمسة. من مية تقريبا او ارسار بها. ما جابش سيرية. ممكن افترض انه بمتين برد. يعني البي دي هو مش جاب سيرت. ممكن اقول لي انه بمتين لتر او اثنين لتر لكل كيلو. على فرض ان انا معرفش وزن المريض كم. معرفش انه وزنه ميت كيلو. بيقول لي ايه? والانفيوجي ريت بتاع البروكينماد. عشان يصل بتركيز كم? ستة زي المسألة هنا. فاول حاجة الانفيوجي ريت هو بيساوي. السي اس اس. ضرب. هيطلع لي. ده طبعا بتاع البروكينماد لو احده. هيديني بتاع البروكينماد. هاسم على. السبعة وتمانين من مية. اللي هو سبت فاكتور عشان يطلعي بتاع الاتشي سي. يعني سي اس اس اللي هيستة. ضرب كرييرانس اللي هو هيبقى. الكي. الرقم ده. ضرب الفيديو لي متين. على السبعة وتمانين من مية. ما هيطلعي ان الانفيوجي ريت بيساوي. تسعة وسبعين. فاصل خمسة عمي. كده تاريو. ميلي جرام برقور. وانا هزلك الحلو بكم سي. طيب. اللودينج دوز. اللودينج دوز فا بتساوي. السي اس اس ضرب. الفيديو. بس ده بتاع البوركناميد لوحده. ويديني اللودينج دوز للبوركناميد. عاوزها لله سي اس. فانا هقسمها على سبعة تمانين من مية بعد كده. شتبه كبيرة شوي. فالسي اس اس اللي هيستة. ضرب الفيديو اللي هو ما سمتين. على سبعة تمانين من مية. اطعي الناتج بساوي. الف تلتمية. بسها سبعين. هل في حيات هنا لاحظتها؟ ميلي جرام. اللي هتلاحظوا هنا. ان اللودينج دوز. في المريض اللي عنده. رينال فاليار ده. مريض بتاعنا ده اللي هو عنده. رينال امبيرمنت. دائما هي. في المريض السليم. الهيلفي. اللودينج دوز هي هي. الف تلتمية تساوي سابعين. كانت هنا. اللودينج دوز الف تلتمية تساوي سابعين. عشان تصل لتركيز ستة. هنا مريض. رينال فاليار اللودينج دوز بتاعه. الف تلتمية تساوي سابعين. أما الانفيوجر ريت. في المريض اللي رينال فاليار بقت تساوي سابعين. قلت. مريض الهيلفي عشان يصل لنفس التركيز. كان الانفيوجر ريت بكم. تلتمية 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 تلتمية. وضرب. لو حصل لدينا الفيلير. فمن بتأثر الالك. الأوضوع الالك. أكون الالك تقليل والالكلير سي転لى. Harvard وهو تزيت. كم مم which تقصر؟ عشان تصل لنفس التركيز ستة. الستة. ما هذا السليم والالكلير القدر إليل. يبدو الانفيوجر يدع أقلله. ولكن اللودينج دوز. هتقل أو عم Gracia. عم Gracia لأن الفيديو من لا تغير ام Evura. يبقى الloading dose تتأثر فقط بمين بالvolume والdistributor لو هو زي ما هو متين وهو ما دانيش إشارة النوات تغير يبقى متين يبقى الloading dose هتفضل زي ما هي 1379 أما هنا ال infusion ريت لاني كديرا سأقل لي شوية والكل قلت شوية وبالتالي هيقل لي هيبقى 79 بعد ما كان ب318 طب امتى حصل لو انا معلق infusion بس محلول بس امتى حصل لل steady state بعد خمسة هوا هنا الزمن الوصول هيزيد لان تيهوف زادت بقيت ب12 ساعة تدرى الخمسة هوا في اتناشر تدرى ستين ساعة يعني دلوقتي انا عندي مريض هيلفي هو ومريض رينار فيلير التيهوف بتاعه كانت ب3 ساعات هنا التيهوف بتاعه كانت بكام ب12 ساعة في المريض الهيلفي لو انا معلقت محلوله واحده عشان نصل لcss مقداره 6 طب انا ان الفيوجن ريت اللي هتعلقه فبيساوي css ضرب مثلا كديراس فوصلت لcss بمقداره 6 ووصلت امتى بعد خمسة تيهوف اللي هي خمسة في ثلاثة يعني 15 ساعة في مريض الرينار الفيلير اللي هو تيهوف بتاعه ب12 ساعة عاوزين نصل برضو لcss مقداره 6 هي هي اللي هتعلق المريض فهنعلق محلول عشان يصل لcss التيو بتساوي css ضرب كديراس هتبقى نفس الكلام ده النفس ديه 318 ولا هتبقى هتلاقي ان هي بايتها اللي بايت بايت 79 الان فيوجن ريت بقى قليل ليه لان كديراس قليل تمام يبقى ان فيوجن ريت قليل بس هيوصلك لنفس التركيز تمام يعني اتخيل ان css بساوي الان فيوجن ريت على كليرانس فلو كليرانس ده قل انا عاوز اصل للراجل ده عاوز دايب اثابت اعملي في البسط اقلله بنفس الدرجة يعني لو راجل ده قلله النص منفعشي استعمل نفس الان فيوجن ريت ساعتها التركيز هيزيد الضعف لازم الان فيوجن ريت اقلله للنص عشان حافظه على التركيز بستة يثبت مش عاوزه يتغير زي في المرضي الخليل فهنا الكديرانس قلل قل شوية فالان فيوجن ريت قلل عشان css يفضل ثابت طب امتى هيصل للcss السابت اللي هو ستة ده بعد خمسة تيهاف اللي هي ساعتها خمسة في اتناشر ساعة يعني بعد ستين ساعة فعنده مشكلتين عنده مشكلة اوانية على الجنان احنا قللنا سرعة النزول مشكلة التانية ان هو يصل الوضع السابت بعد ستين ساعة ده يوصل بعد خمسة تشهر ساعة فده لازم في الحالة دي تدي لودينج دوز الودينج دوز هنا لو عاوز ادهاله وهنا هادي لودينج دوز هنا مش ضروري هنا ضروري من فلمية مرضى الرينال فلي الودينج دوز هتجد ان قومتها هي هيها لان الودينج دوز بتساوي css ضرب الفيدي فهتجد ان هي برضه ب1379 وهنا برضه الودينج دوز هتبقى 1379 لانها بتتقصر بس بالcss وانا عاوز الcss ستة وتتقصر بالفيديو والفيديو متقصرش الباقي هي حلو المراجع ان شاء الجزء السؤال الباقي انا هنزلوك حلقة كله تفصيل من اليهارده والسؤال رقم اثناشر هو هو تقريبا بس الفيديو هيتغير كمان المرض هيبقى عنده كارديوك فيليور فده ما بقاش بيوزعه فاتغيرت ومسألة رقم تعتاشر بس فت مش شك احد عن سؤال يدخل انا وقفت هنا يعاني والمرة جاية ان شاء الله حد نشام حاجة نتوركوا حاجة تانية حسنا بانسكشن جاي المفروض ان احنا ناخد الاورال بس انا هاخد اول تلت ساعة كده حل المسألة ديت تاني او فكاركو بي ناخد سكشن اورال واللي بعض هيبقى الملطب الايب السينجل او المرة جاية المرة جاية لان اظن انت عاوزين تمشوا صحب ولا كاملها احاس انكم مش قادرين يعني الكفاية كده والمرة جاية ان شاء الله هنزلوك حلها بتفصيل هو معيه هنا بس افتحش تعريقا او ده ده حل الكيس بالتفصيل سؤال اول سؤال ثالث الخامس سؤال رقم 11 اللي انا لسا حله الفيديو هتلاقي ان هو ثابت نين ديت ريبر كيلو جرام ماشي بالمسألة الحل اللي انا نزله لكم بس اضرب في افترض انه وزن المريد مئة كيلو برضو ممكن ان تفترض ان الفيديو بمتين لتر وخلص اتضربنا في مئة فاطلع ب1379 ميلي جرام مش مهم الكلو كيلو اتباهي اياه في المرضي الهيرثي اما الانفوجن ريت اين الفيديو جرام الانفوجن ريت هتلاقي ان هو ب او اتيوب اتيوب ب12 ساعة مش ب14 انا والله احنا حصلتها علينا ب14 ساعة مش اتيوب ب14 ساعة يبقى نقل تحليل اصلا يبقى الانفوجن ريت واشيطلع ب 79 هيطلع تقريبا ب69 تسعة وستين تسعة وستين يبقى ازاي الحل يعني بالزبط ايه 14 هيطلع ب68 تقريبا او تسعة وستين تضرب في مئة تسترد وزن المريد مئة كيلو ايه 12 بقى هتلاقي ان الفيديو اتغير هو كمان فالاتنين اتغيروا ان في جريتها اتغير واللود اندوزها اتغير 13 هي فكرة بس مش مهمة 13 هل نزلك تحل الحل تفكر فيه ومتاشر بالمرة كيلو شكرا تريبا انا عوزين تصلب لنا صح ترجمة نانسي قنقر